اشتركوا في القناة 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 نص الحديث عزيزي الطالب انتبه لان هذا الحديث حفظ عليك لابد ان تحفظه جيدا حتى تستطيع ان تجيب على معانيه وعلى مواطن جماله وعلى طريقة تفسيرك لهذا الحديث حديثنا اليوم يقول عن اب الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلق طريقا يبتغي فيه علما سلق الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد قفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورسة الانبياء وان الانبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وانما ورسوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر اخرجه احمد واصحاب السنن وسنده جيد هذا النص يشتمل على فكرتين اساسيتين وسوف نتناول كل فكرة وما تتضمنه بالشرح والتحليل والتوضيح الفكرة الاولى طلب العلم النافع جزاؤه الجنة حيث يقول عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلق طريقا يبتغي فيه علما سلق الله به طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء ابي الدرداء من هذا هو صحابي جليل من رغوات الحديث سلك معناها صار او اتخذ يبتغي يطلب ويريد سلك الله به معناها اي صهل الله له ويسر له تضع تخفض والمضاد ترفع تضع اجنحتها معناها تتواضع وترقل طالب العلم تكريما له يستغفر له اي يطلب غفران ذنوبه شرح المبسط عزيز الطالب امامك الان يدعون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الى طلب العلم والاجتهاد في تحصيله لان طالب العلم الذي يسعى ويجتهد في طلبه ينال رضا الله عنه وثوابه العظيم فيهيئ الله له طريقا الى الجنة لان العلم نور العلم نور يقضي على ظلمات الجهل والتخلف ويرفع من شأن الامم عاليا كما ان الملائكة تحتفي بطالب العلم فتكرمه وترفع منزلته عاليا رضا منها عن حصن صنيعه وسعيه الدؤوب في طلب العلم كما ان جميع مخلوقات الكون في السماوات والارض تقدر طالب العلم وترجو له الخير وتطلب له المغفرة من الله حتى الحيتان التي تعيش في اعماق البحار عزيز الطالب شرح بطريقة اخرى الحديث يقول من سلق طريقا يبتغي فيه علما سلق الله به طريقا الى الجنة الانسان الذي يطلب العلم الله سبحانه وتعالى يسهل الطريق الى الجنة هذه دعوة صريحة في حديث عن رسولنا الكريم دعوة صريحة الى ماذا الى طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لان الانسان اذا تعلم الانسان استطاع ان يحل مشاكله استطاع ان يعلم ابنائه استطاع ان يكون عضوا نافعا في مجتمعه فعزيز الطالب كن دائما حريصا على العلم لما له من اهمية وفائدة في الدنيا وفي الاخرة في الدنيا تنتفع به وفي الاخرة الله سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق الى الجنة والملائكة تدعو الله ان يغفر زنوبك حتى الحيتان في اعماق البحار تدعو لمن لطالب العلم لم تدعو لطالب المال لم تدعو لطالب اي شيء اخر ولكن لطالب العلم من يطلب العلم ينال افران الله سبحانه وتعالى في الدنيا وحسن ثواب الله سبحانه وتعالى في الاخرة ولكن اي علم علم نافع ام علم ضار عزيز الطالب لا بد ان تطلب العلم النافع الذي يفيدك ويفيد المجتمع الذي تعيش فيه وتنتفع وينتفع به غيرك فحرص كل الحرص على العلم النافع عزيز الطالب بعض مواطن الجمال من سلق طريقا يبتغي فيه علما سلق الله به طريقا الى الجنة اسلوب شرط اسلوب شرط فيه حسن وتشجيع على طلب العلم النافع كما قلنا عزيز الطالب العلم النافع لان في ذلك طريق الوصول الى الجنة تنكير كلمة طريقا وعلما التنكير يفيد العموم والشمول يبتغي فعل مضارع كما قلنا عزيز الطالب في الحلقة السابقة الافعال المضارعة تفيد ماذا فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة سلق الله به طريقا الى الجنة تعبير جميل يدل على ان العلم هو الطريق الى دخول الجنة وهذا التعبير علاقته بما قبله نتيجة لما قبله وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم تعبير مؤكد بماذا بان واللام ان واللام من المؤكدات التعبير هنا مؤكد بان واللام ويدل ايضا على رضى الملائكة عن طالب العلم مما يوحي بعلو منزلته وايضا موت جمال جاءت الملائكة معرفة وجمعا لتدل على القصرة وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض لم يقل وان الغني ولكن قال ماذا ان العالم اسلوب مؤكد بان واللام والغرض منه الحث على طلب العلم بين السماوات والارض ماذا بينهما السماوات والارض ان رأيناها كموت جمال ماذا تفيد او من متواجد بينها السماوات الارض بينهما ماذا بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده والجمع بينهما يفيد لأموم والشمول يستغفر ايضا عزيز الطالب فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار واستحضار الصورة حتى الحيتان في الماء ما الجمال تعبير جميل يدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لطالب العلم الفكرة الثانية عزيز الطالب الذي يتناولها الحديث فكرة أخرى مكانة العلم والعلماء عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكملة للحديث وفضل العالم على العابد قفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر بعض المعاني عزيز الطالب فضل معناها منزلة أو مكانة العابد المقصود المتفرغ للعبادة وجميع العابد العباد سائر بقية ورثة الأنبياء المراد أنهم نشروا العلم كما نشره الأنبياء أخذ به أي لزمه واتبعه وعمل به والمضاد أخذ به أعرض عنه أو أهمله حظ معناها نصيب وجمع كلمة حظ حظوظ وافر معناها كثير ومضاد وافر قليل يواصر الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيده على أهمية العلم ومكانة العلماء الرفيعة فلأن للعلماء الجادين لهم الفضل الكبير في نهضة أممهم فقد فاقوا المنقطعين للعبادة منزلة ففضل العلماء على العباد كفضل القمر على سائر الكواكب ولأن الأنبياء هم صابيح الهداية فكذلك العلماء هم النور الذي يستضيء به الناس وهم ورثة علم الأنبياء الذي هو أعظم ميراص من أخذه وعمل به فقد فاز فوزا عظيما ونال حظا وفيرا الحديث هنا عزيز الطالب بقية هذا الحديث يوضح لنا ماذا يوضح لنا مكانة العلم وأصر العلماء في المجتمع العلماء لهم مكانة عظيمة ألا وهي مكانة تلي مكانة الأنبياء هم ورثة الأنبياء الإنسان عندما يورث يورث المال أما هؤلاء يرثون ماذا يرثون العلم من الأنبياء لما له من مكان عظيمة فيجب عليك عزيز الطالب أن تسعى سعيا جاهدا من أجل تحصيل العلم حتى تكون لك مكان في المجتمع الذي تعيش فيه وحتى يكون لك رأي ويؤخذ به نظرا لما تتمتع به من العلم ومكانة عزيز الطالب مواطن الجمال لهذه الجزئية وفضل العالم على العابد قفضل القمر على سائر الكواكب أسلوب جميل فيه تشبيه للعالم في علو منزلته وفضله ونوره بماذا بالقمر وللعابد بالكواكب تعظيما لشأن العلم والعلماء يبقى العالم مثل القمر والعابد مثل الكواكب هذا إن دل فإنه فيه تعظيم لشأن العلم والعلماء وإن العلماء ورصة الأنبياء سلوب مؤكد بأن والغرض منه تحفيز أبناء الأمة على طلب العلم ويوحي بسموه مكانة العلماء كما يبرز مسؤوليتهم ودورهم في حمل رسالة الأنبياء إن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما سلوب مؤكد بأن والغرض منه التأكيد على قيمة العلم ونزاهة العلماء أيضا هنا الجمع إن العلماء لم يورسوا دينارا ولا درهما الجمع بين الدينار والدرهم ليشمل الكثير والقليل من المال وإنما ورس العلم أسلوب قصر أداته إنما يفيد التوكيد والتخصيص وفيه تصوير للعلم بالصروة التي تورس ويجب الحفاظ عليها وفي ذلك تعظيم لشأن العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر تعبير جميل يبرز النفع الذي يعود على طالب العلم مما يدل على فضل العلم على أهله وهو نتيجة لما قبله هذا التعبير نتيجة لما قبله عزيز الطالب إلى هنا نقوم قد انتهينا من عرض هذا الدرس فهيا إلى تدريب مبسط لكي نرى كيف نجيب عن هذا الدرس إن أتى لنا سؤال في الامتحان هيا بنا عزيز الطالب انتبه ولا تذهب بعيدا اختبر نفسك معي وهيا إلى التدريب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلق طريقا يبتغي فيه علما سلق الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ما معنى سلكة ومضاد العالم وجمع الجنة ومفرد الحيتان معنى سلكة صار أو اتخذ ومضاد العالم الجاهل مفرد الحيتان الحوت وجمع الجنة الجنات أو الجنان وضح أهم ما يرشدنا إليه هذا الحديث الشريف أول حاجة الحس على طلب العلم والإجدهاد في تحصيله الإسلام يقدر ويحترم العلم والعلماء طريق العلم النافع هو الطريق المؤدي إلى الجنة الملائكة تتواضع لطالب العلم تقديرا له جميع المخلوقات تقدر وتحترم العالم وتدعو له فضل العالم على العابد كبير ومنزلته سهمية العلماء هم ورسة الأنبياء زهد الأنبياء في طلب المال وحرصهم الشديد على العلم هذا أهم ما يرشد إليه هذا الحديث ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي طالب العلم يستغفر له من في السماوات فقط الإجابة صحة أو خطأ عزيز الطالب نعم الإجابة خطأ يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض العلماء هم النور الذي يستضيء به الناس إجابة بالطبع صحيحة ميراس المال أفضل من ميراس العلم الإجابة خطأ ميراس المال أقل أما ميراس العلم هو الأفضل العابد أفضل من العالم لأنه الأقرب إلى الله الإجابة خطأ الملائكة تقدر العلماء وتحترمهم بالطبع إجابة صحيحة عزيز الطالب إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الحديث الشريف وتوضيح أرجو أن تكون قد فهمت الحديث وعرفت فضل العلم وعرفت مكانة العلماء والآن معا جزء جديد في الحلقة درس جديد من فصول قصة طموح جارية وهو بعنوان عقبة في طريق الأمل هيا عزيز الطالب لكي نرى ما الذي سيحدث في الفصل السابق عرفنا أن نجم الدين قد دخل دمشق دون أي معاناة دون أي تصعوبة الآن نجم الدين كما نرى ماذا يريد نجم الدين وشجرة الدر يريدان أن يذهب إلى مصر لماذا؟ لأن مصر قوة هائلة إذا ضعفت ضعف الشام معها وهم يريدوها قوية لكي يستطيعوا أن يصدوا خطر الفرنج لماذا يستطيع؟ هل يستطيع نجم الدين وشجرة الدر أن يصدوا خطر الفرنج من خلال مصر؟ ولماذا يصمموا أن يصدوا خطر الفرنج أو الانتقام منهم؟ وما الذي سيحدث كل هذا عزيز الطالب في هذا الفصل فهيا بنا لكي نرى ما الأحداث الجديدة في فصلنا اليوم الذي هو بعنوان عقبة في طريق الأمل فهيا عزيز الطالب عقبة في طريق الأمل وعندما استقر نجم الدين وشجرة الدر في دمشق قالت شجرة الدر في سرور منزل سعيد يا مولاي وما بعده أسعد بإذن الله قال الصالح نجم الدين أيوب وهو يسرح ببصره بعيدا ناحية مصر ولكن كيف الوصول إلى مصر؟ هنا سؤال ماذا قالت شجرة الدر لنجم الدين أيوب بعد أن دخل دمشق واستقر بها وبما رد عليها؟ قالت شجرة الدر لنجم الدين بعد أن دخل دمشق واستقر بها منزل سعيد يا مولاي وما بعده أسعد بإذن الله رد عليها ولكن كيف الوصول إلى مصر؟ إن دون ذلك عقبات كثيرة تكرى نجم الدين أيوب العقبات التي تحول دون الوصول إلى مصر فما هذه العقبات؟ انتبه عزيز الطالب هذه العقبات غير العقبات التي ذكرتها شجرة الدر في الفصل الأول العقبات التي تحول دون الدخول أو دون الوصول إلى مصر هي صعوبة الطريق الأخطار والمفاجآت من أمراء بني أيوب وأعوانهم خبس الفرنج تدبير وتخطيط سوداء بنت الفقية كيد أدباع سوداء بنت الفقية الموجودين في صفوف نجم الدين أيوب مثل ورد المنى ونور الصباح هونت شجرة الدر على نجم الدين العقبات التي تقف في طريقه فماذا قالت؟ هونت عليه فقالت له بعزم مولاي تهون الشدائد والعقبات وبتوفيق الله تزول العقبات وتنهد الجبال الجبال الرواسي فعلينا أن ندبر والله هو الملهم والموفق فالله يرى حاجة الأمة إلى مولاي وسيعينه على الانتقام من الطغاة الظالمين وفيما هما يتناجيان إذا بالحاجب يعلن لنجم الدين أيوب وصول عمه تقي الدين وعمه مجير الدين من مصر واستئزانهما عليه عما تتحدث العبارة وما الذي أعلنه الحاجب العبارة تتحدث عن نجم الدين وشجرة الضر والذي أعلنه الحاجب وصول مجير الدين وتقي الدين عما نجم الدين أيوب من مصر ما السبب وراء مجيء مجير الدين وتقي الدين من مصر إلى دمشق ما السبب عزيز الطالب هؤلاء كانوا فين في مصر أتوا إلى دمشق هناك سبب أجل هناك سبب فما هو سبب وراء مجيء مجير الدين وتقي الدين من مصر إلى دمشق جاءوا فارين هاربين من ظلم العادل سيف الدين سبب الثاني جاء لكي يبلغانه الحاح الشعب المصري على نجم الدين أيوب أن يمد إليهم يده ويخلصهم من العادل وحاشيته وقال له الواجب يدعوك يا مولاي فمتى تلبي داعيه واجب على مولاي أمام الله أن ينهض إلى مصر ويطفؤ نارا مشتعل بها قبل أن تحرقها من قائل العبارة السابقة ولمن قالها وما مناسبتها قائل العبارة هو تقي الدين وقالها لنجم الدين أيوب المناسبة عندما فر مع أخيه مجير الدين من مصر هربا من ظلم العادل يطلبان من نجم الدين أن ينقذ مصر من ظلمه وفساده عرضت الفكرة السابقة قضية مؤيدة بالدليل عليها وضح ذلك القضية هي تحرير مصر من العادل وحاشيته الفاسدة فهي القوة القبرى للعرب الدليل أن مصر قوة هائلة إذا ضعفت ضعف الشام معها فهي القلب النابض لكل جيوش الأمة العربية والواجب يدعوه لينهض إلى مصر ويخلصها من النار المشتعل فيها ويضرب بها الفرنج الضربة القادية وضح موقف نجم الدين مما سمع مبينا ما ترتب عليه نجم الدين أيوب كان له موقف ما هو وما ترتب على ذلك موقف نجم الدين أيوب مما سمع أنه فكر في الكلام الذي سمعه واقتنع به نجم الدين اقتنع عزيزي الطالب ويترتب عليه أن يقود قوة مصر العظيمة ويضرب بها الفرنج الضربة القادية وينهي قصتهم في هذه البلاد علل لما يأتي سؤال جميل عزيزي الطالب انتبه رغبة نجم الدين أيوب في الانتقام من الفرنج لماذا؟ السبب في رغبة نجم الدين أيوب في الانتقام من الفرنج بسبب ما ارتكبوا في مصر من مظالم ومآس وهناك سبب آخر أنهم ولأنهم قد أخذوه رهينة في موقع الضميات عام 615 هجرية في عهد أبيه الملك الكامل سؤال آخر رغبة شجرة الدر في الانتقام من الفرنج كل من نجم الدين وشجرة الدر يريد الانتقام من الفرنج لماذا؟ عرفنا نجم الدين هيا نعرف لماذا ترغب شجرة الدر في الانتقام من الفرنج السبب في رغبة شجرة الدر في الانتقام من الفرنج بسبب ما فعلوه في قومها الخوارزمية حيث مزقوا شملهم وقوضوا ملكهم وأزالوا سلطانهم سؤال آخر لماذا أرسل نجم الدين أيوب كتابا إلى عمه الصالح إسماعيل وهل انتظر الرد عليه؟ أرسل نجم الدين كتابا إلى عمه الصالح لكي يسرى إليه ليساعده في دخول مصر هل انتظر؟ لا لم ينتظر الرد على رسالته بل اندفع بجيشه مسرعا إلى مصر ما الدوافع؟ وراء إرسال الجاريتين ورد المنى ونور الصباح كتابا إلى الصالح إسماعيل الدوافع من إرسال الجاريتين سواء كانت ورد المنى أو نور الصباح كتاب إلى الصالح إسماعيل هناك دافع ما هو لكي يبلغانه باتفاق نجم الدين والجواد ويحذرانه من خطر ذلك عليه وأيضا سبب آخر بسبب حقدهما وبغضهما لنجم الدين وشجرة الضر يقرهون من نجم الدين وشجرة الضر بما رد الصالح إسماعيل على كتاب الجاريتين وماذا فعلت عندما جاءهم الرد وهل نجحت فيما فعلت بما رد وماذا فعلوا وهل نجحوا فيما فعلوه أم لا هذا السؤال مكون من ثلاث جزئيات رد الصالح إسماعيل على كتاب الجاريتين بأنه حسهما على بس الفرقة بين جنود نجم الدين وخاصة من الأيوبيين وبمجرد أن جاءهما الرد لم تتمهل بل ماذا فعلوا قامت ورد المنى على الفور بالاتصال بتقي الدين ومجير الدين وأخذت تسخر منهما وتهزأ من صبرهما على الطاعة لجارية وأخفتهما من بط شجرة الضر إذا تم لها الأمر وأنها تسعى للملك لنفسها ليس لابن أخيهما نجم الدين أيوب وأنها إذا وصلت إلى الملك ستقضي على الأيوبيين صغيرا وكبيرا وبالفعل انخدع الرجلان بكلام ورد المنى وساعد على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين أيوب وخاصة من الأيوبيين سؤال هنا النفوس الخبيثة لا تفي بوعد ولا تلتزم بعهد استدل على ذلك من خلال موقف الصالح إسماعيل الدليل النفوس الخبيثة لا تفي بوعد ولا تلتزم بعهد والدليل على ذلك أن الصالح إسماعيل خان عهده مع نجم الدين واستجاب لكلام الجاريتين وبدلا من أن يذهب لمساعدته انقلب عليه واتجه إلى دمشق ليستولى عليها وقبض على ابنه المغيس ابن نجم الدين وبضعه في السجن ماذا فعل نجم الدين أيوب عندما علم أن عمه الصالح إسماعيل دخل دمشق وماذا كان رأي عميه تقي الدين ومجير الدين وما رأي شجرة الضر عندما علم نجم الدين أيوب أن عمه الصالح إسماعيل دخل دمشق أخذ يسأل عميه عم يريان فيما صنع الصالح إسماعيل وأخذ يؤكد لهما أنه لا يرى جدوى من العودة وأن خطوة للأمام خير من خطوة إلى الخلف أما عن رأي عميه تقي الدين ومجير الدين فقد رأي أن يعود لإنقاذ ابنه وإنقاذ الأهل والأموال وقال له في صوت ساخر ونترك أهلنا وأموالنا نتقدم إلى هدف مجهول وندع ما في أيدينا أما شجرة الضر رأت أن لا يعود إلى دمشق بل يقدم إلى مصر ومن هناك يعرف نجم الدين أيوب كيف ينتزع دمشق ويؤدب الصالح إسماعيل وجنوده إلى هنا عزيز الطالب نقوم قد انتهينا من حلقة اليوم أدعو الله لك التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة